اشتركوا في القناة القادية دخلات المحكمة اعتدائية ثم استئنافية ولكن الغريف في الامر هو ان سيدة يعني ما تعوضاتش على الاقل بعد ذلك التعويض النفسي الناس اللي تعدوا عليها تمتعوا بصراح او لا ربا الغريف في الامر ان سيدة اللي وقع عليها الاعتداء ما تعوضاتش حتى نفسيا اضعف الايمان يعني الناس اللي اعتدوا عليها مخدرش قصص دياله بشكل او باخر ربما هناك تدخلات من خارج نطاق القانون تدخلات اللي قدرة تقتر على بعض العقول او للضمائر الميتة اللي خلات هذوك الناس اللي اعتدوا على السيدة اللي تعرضات لواحد الكسر في اليد ديالها مما استدعى عملية وعمليات ماشي عملية واحدة لان داروا لها الحديد داروا لها دكسلك ديال البهب لان اليد توعتات عندك سكر سيدة عانات قاصات تكاليف العملية الوقت ديال الناس الوقت ديال الاستشفاء خدف الزاب ديال الوقت وللأسف شديد سيدة بقى الحد ساعة يعني نقدرنا نقوله من 2018 الى يومنا هذا بقى ما عرفتش مقال ديالك الدعوة بقى ما عرفتش اشنوط رامع هذوك الناس اللي تكارفصوا عليها وهي متزوجة تل محام قطع لي بما المتزوجة متزوجة برجل اجنابي يعني هناك انا واحد من نضره اخرى او تاني ربما حتى هذك الاجنابي جايقول اش من بلاد هذي مرتي تكارفصت وقاصة الامرين حتى واحد مخدر الله حقا ما بغاش نعيش معا برا واجبته المغرب باش يدرش الاريكات كم ما سمعتو ما بغاش نعيش معا برا نعاون كل ششة ما بغاش نعطيك كلمة للنجوة غير اللي غنوضحه السادة المشاهدين ان القصة باكمالها تصب في اتجاه واحد وهو واش عدنا حق نعيش في هذي البلاد في امان وسلام او لا ما عندناش هذا هو السؤال اللي طرحاته نجوة هذا هو السؤال اللي يدور في الدين دي الزوج دي النجوة ما ننساوش على ان هذي المشكلة هذة خلق لها مشكلة مع الزوج ديالها اللي هي الحد الساعدة با ونفروقة معاه هو في جهة وهي في جهة ما نطورش على السادة المشاهدين وندخلوا في صلب الموضوع وفي صلب القصة اولا وقبل كل شيء سنتعرفوا على السيدة نجوة عن قرب السلام عليكم السلام السيدي للا نجوة لا يبرك للا نجوة عارفين بنفسك اكتر شوية انا اخويا عانيت مع امام الارحم اعطينا بعدها اسم ديالك انا اسمي ابو حيا ناجية ملقبة بين اجوة ملقبة بين اجوة زيدة نهار واحد وعشرين في شهر ثلاثة عالف وتسعمية خبس وسبعين نعم ومزوجة ب فرنسي عندي معابنية الى انظام انو عندو حداش العام انا هذك الفندق نعود لك نختار صورة الناس اللي كيسمعو هذك الفندق تكتر من الخاتهم لم عبهم لا يرحبوا لم عمهم لم عقدهم الوحيدة لا داعي لدك الاسامي وهو مره اعرفوا كل شي بحكم انه طلق المره اللوله يقلبوا عليه المخزن على قبل الصوائر يبقى في يسل في صبح الخوية واخا هذ المشكية غادي نطرقوا انا بغيت نعرف يعني هذ الفندق اللي كانت تكلموا عليه ولي وموجود مدينة المحمدية واش انتي كنتي من ضمن الزبائن دائمين ديالهم واش كنتي كتبشيليه انتي والزوج ديالك واش كنتي كتنزلي في دوكليشامبر او لا في فاسميتوا عندهم يعني انتي من الزبائن انا قبل يجي راجليدير معايا هذا الشتكالي لوراها تكشيري الزوج ركيتك للفعل الاقل ربعت السي ماذا ملكتفعلها دومات في قنسيولا هذا السي يدرع نعص في ذلك البيت وانا في بيت نعم وكانت دائما معايا وكانت دائما معايا وكانت دائما معايا وكانت عايشين وعنده تكاليف باهضة تكاليف باهضة وعلى ما اظن وقيله 1200 درهم للشامبر لا انا في ذلك الوقت كانوا يحسبوه تخواصين نقولك صراحة تحلو الكباريت حتاني تحلو الكباريت حتاني هو فندق بيدور رخصة لا هو فندق وفيه كباري وفيه هادشي ديال وفيه الشراب وفيه رخصة هو ديال مطعم مغريبي حسنا تسمعهم وشتشي كايدين الناس اللي جيرانهم وكلشي فندق فيه رخصة ديال ماكلة مغربية صافي مكينش شراب مكينش الخمر تسمع وهو ما معرفش كيفاش موما انا نهارد اصدوا لي معام على قابلي قبل ما نصلوا لهذه المشكلة للنجية أو للنجوة أو للقوقة اللي عجبك المعروفة بقوقة اختي نجوة انتي كنت من الناس اللي يتردوا على ذلك الفندق انتي والزوج ديالك كنت كتصرفي رزقك تما وكنت يعني عايشة معهم كنت يملك فلوس اللي عاطيان بالخلاص ذيالينا وراجلي ربنا ولا يتعجل الأخر واخا انتي في اللول كنت معهم كيف كنقولوا بالدريجة ديالنا السمن على العسر ما دم بي يكلو كنا سمن على العسر خلوا المصريين كيف اشترا لكم حتى وقع هات شي قال لك سلف صاحبك يولي عدوك يولي عدوك هالفليسة اللي عاطني راجلي نشربين برايتما كانت عدي 17 مليون غادة كان قلب عيد قلت لنطلع لنأكل شوية الغداء ونطلع لدعاء هالتانية بقى معديش قلت غنضيعهم عفل الخوار خاوي رقع عارفتم ماشي نشرب برايتما البنيتي ولولولولت ما صارف الوقت اشي يجيب شاف الفلوس قل يحطيهم متدخليهم مش حطيتهم فلاغ يسيبسي وعند زوهير بقى كان عقل قل ينا جوا متدخلي مش ما كزي على الصوم اللي بغيت يتخلص وخلي هذي كلا الصوم على الناس كيكونوا سكرانين حال هذي المثهوم حطيتها ما بغوش عطيوها ليذيك السعف اللي الغدلي جلقيته ابونير هذا اللي سلفتين القمارك يقمر هو عطيته مالك سعيد قل يالك تخصوك اخوك غتسل فيني غامشين الحافز قل يش حالك تسالك الاتعاب قل يالولدك قل يالصبائر قل يالصبائر قل يالصبائر كيف حالك؟ قل يالصبائر قل يالصبائر من الوالد أعطيتهم ليه قل يالصباء قل يالصبائر قل يالصبائر قل يالصبائر خلال وكين هات زوهر ليطاني الفلوس اعطيتها لي قالي امسا اعطيها لك ربع شهر خمش شهر كليسير اخو اعطيتك عام بلما تزيرك وماما ذيك الايام والاكي خاليني ندخل ندخل عادي انا والزوج ديالي بعد المرات البوحدي بعد المرات انا والصديقات ديالي لجوعة تمام زوجين اجنبيين انتي ملفقة بشيت معي ملفقة وعارفيني انا كنز طوموبيلتي بنتي كمشي انا قعوب بنتي قع مشيت بغنت ناكل وعندي رانديفو مع احد النوطر سنبه باش نتفاهم العشي بيع ما يحبسوني ما حبسني ايش بلا جاعدي لهاشمي القارديان قايا نجو ورما كين الساعد رايس سيرت عشيفش بلاصة تيجي ونعيط لك كلي داكو مشيت عشيت جيت اتكالقب ادو كلي فيدو اللي عندهم لكيح الحرس للمالها الليلي وماما عندهم مش للرخطة دياله اصلا بتاتا ونزع لليامين دياله وطرع لديك البنت ايه لكي تعدهم رخصة لفيدو شدوني جروني حاشك كشي كلبه وليودي وعنراوني كوالدت نموي وشتفو علي شوالد كده ماذا يا اخويا ما تتضرش هالفتح اللولة هالثانية هالثالثة كانت تفاجأ بولاية الامن اللي خلي ليستين ادريسي عزيز هو اللي مسكين دفعنا الاستيناف حيث وما خرجو هنا ايه من ابتدائية دووزو شهر وعشرين يوم كيفه يعقل هالفتح اللي فيدر ما يدخلوه مش الباب يتعدو على مرمج وجهة ويعريوه ويحرمو على رجلها وفيه مرت السكر وكنت نشرب الكزانس وما عارف انك انت مريضة بالسكر عارف انك انت مريضة بالسكر ركنا ندوك حدام البراء ومليكن سخاف يجيبوا ليش حاجة حلوه انا نقولك اي حاجة بغيتي على دك الوطن نعودها انا اخويا ادريس انا نقدر معكم عصبا رغم انني ضربة انا نعود القصب الخاصة اخويا ادريس ان تأخذها ماذا انا جاء وساهموني مع محامي ذيانا مصيفتو علي جاءت لي الفلوس ما بغشقتي الفلوس انا نعود لديك لا ترجع اخويا وماذا اخويا وصلت معه المسائل اقدمت شكاية انا اعرفوا روسي بحيث اكتشعق اقدمت شكاية تم الاعتقال الى هذوك الناس اللي تعدى وعليك كانوا شيخ وعشرين واحد اخويا تم ان ذكروا اللي يسربوه ثم يضربوه فيها وش حمي واحد تعتاقل؟ تعتاقلوا جوجو واحد بقى هربعين والفيديو الاخر ما داروا سميتو ما عرفش اخويا كيف داروا ذك الشي داروا لي هذا الشي رابين مع العلم ان الازلطان عندهم كاميرات قالوا كان خاسر الطلبولي يوم قالوا كان خاسر عمرك شاشي اوطيل وخاسر فيه الكاميرا لا يمكن ان تدخل العقل هذي واخر من بعد ما قدمت الشكاية وتعتاقلوا ومشيتوا في الاجراء القانوني جاتك المساومات من بعد من نوعه يطولك وقالوك يجلسي معنا ويجلسي معنا داروا عندي شهود جيراني يشهدوا طلعي احباط مكي خالي ونشتشور فاني تساول عراحتي من الكلينيك دي الميموزة داري دوزونا في الجلسة عرفوني انا دي الساعة كنفتح عمك شوحدة مضربك تفتح كي دوزو الجلسة بلا بيها هذي العمر رسمي سافعياتي كان عندك المحامي دي الساعة ايه كان عدي المحامي كينوب عليك المحامي كان علامة ان المحامي تيجي مقاوة اطار المساومة كان لديك مسؤولين في الوطيل كان لدي اخوه كان حشم النوضة معي نائب وكيل مالك قال لي الشيتي بنت الدار قال انتقى بفمه وكذبتني سرسول لديك المحامي قال لي المحامي لا انت ايدك ايه تقام معاقى وفعلا انتدب عندك نعم معاقى لم تتبع تشهدرات المحامي هذه الكلمة اللي قال لي شوية صيفتوا لي المحاميه ديالهم تضل دار تخلعات من شفت ايدي قلت لهم ناريك اصحابك اش انا بحالوك قلت لهم انا كذب ديري ان اخوه انا كادبة انا كادبة عليهم انا كادبة عليهم انا كادبة عليهم انت ترى عندك شواهي طبية عندك اقرارات من خبرة ايه من اي طولية لا بدون ذلك الاسماء اخوه انا طلع المحامي دياليد داخلية ودوزوا السيناف وتقبلوني خلية المرأة والطفل دابنتي هنا فالسيناف ماشينا الخلية دي فيها قوضات وفيها الناس ديال الوكالة المالك هما اللي مكلفين بيا اخوه ما تسمعونا مريضة حسما كان نعشها انا تعدى ولي يد الناس اسف شديد كما كتشوفوا الحالة يعني بقى مخرى ما عنديش معاريف علاش كنعرف الله سبحانه وتعالى اللي ياخد اخد فيهم حقي وما زال غا ياخد مازال غا ياخد كيف اخدال حقي يعني وش بالقانون او لا اخدال حقي الله اخدالي حقي وانا كنتشوف اخوه الاسف شديد هذا هو الحال ديال الناس اللي كيكون يقينهم بالله غا ياخد لهم حقهم القانون يكون بعد المرات والله اخويته ها يتكلوه ان ستسبب العلاء حتى انا مضلومة اولية وولده خرج فيه العجب وكيخرجوا من الحبس ما اعرفش كي يدير كي حرق الديور اخوه الله كيسات كل شي وكيخرج واراد ضلم ووالع الى كانوا هادوك اخويته هما كيارسوا عباد الله ويضربوهم وياخدوش على عشرين يوم سحنا غا نولي ونديروك وكي نقطة عشرين يوم انا خير ما كان لاش غالي لي لنار كيكون ناسة تكن فاق علاش على ذيك الحق اللي كتحقرت انا غا نقول لكم شوش كلمات وكي طلب من سيد حموشي وسيدنا الله ينصره وخلي لي ويداته وانا هي بنته وقل ساديك المارو وقل قوله دابا هاد الناس اللي اطعطه الخمر وحلو كل شي وانا دل بعلامن قول يا سيدي قول يا دل بعلامن هاد الناس اللي ما كنتقدرش ندورتها وعلى ولدها داري احنا كنا سمعناه لانا اصدر حكم قضائي على ان هادك خرجوهم من المحكامه اخويا ابتدائي قرجوهم دوزو شهر وخرجوهم ونقنو اركش شي كل شي عشانو كيديرو هاد الناس وغيت عنا عرف تانا نازره عجلي وريب شركة ونطلع سنل فرنسا اشجل اسنين هاي كلية واش من هادم كيد تضرب على رزقه انا مالله داك النار ما كنتبغى شي فلوس بيمين الله انا جاء مع صاحب السكار جاء نخسر رزقك مالفة وتحبسوني حبسوني شي ستشهره يعني هادو بحلق كانوا محردين هادو كانوا محرشينهم وانتشوف في الفوق في الجيج حدك لو وطرقش في الجيج لابسر والجين وقاميجة وطريقوكول في وتديليا تخلي واش بتدخل تخلي واش بتدخل كنقول لي اهود ناظر معيك هما شي الى الفلوس انتي سبق لك قلت ليهم غادي نشوف الباترون ها قلت ليسيلي ستجي ونحيقك النجوة انتي عندك المحامي ديالك عندك يعني القانون وشاو حرد المحامي اللو اللي عرف ليهم حردهم واخديت الوراق وقعطيس المحامي خرخوا ايه في كازح حرد نهار جلسة فاش قالوا لي ما تجيش نقول لك الصراحة انا رماشي بقى صغيرة وارا ما غنعرفش انا كل شي بين وكل شي معرف كيستعملوا النفوض والماركي اه كل شي لش حلطهم الرخصة دابا الرخصة دي الشراب هو مطعم مغريبي ونتخاطر نويك بالملايين دابا دابا هم حالين حالين يلا نويك دابا ادخل واشوفوا بعينك مع العلمة لانهم كان سدولهم بسباب هاد المشاكل اللي كتوقع هو الشكايات ماذا نقول لك اخويا شكايات هاك اختي هاك شكايات شكايات العباد لارا قد يجب دوالي من عرب يتعتقلوا شكايات الجيران وصعب موبلات شاكين بلوطيل شكايات العباد لانهم هاك الشكايات ربما تكتبوا فيديو انت نخزوا فيديو انت نخزوا به وستخدموا الهيبات وستخدموا الهيبات وستخدموا الهيبات انتي نلعت دوليك اتجاء شيء؟ اذا كانت من عدد فيه قيمة و شايفتك هقدت من عدد فيه قيمة شايف قيمة لان يتعرف على طانقه هم من عدد فيه الى من عقد فقط الإيفون الأسفل من العادة الإيفون القضية خرجت من البتدائية حكمات خرجوا من البتدائية شهر وعشرين يوم وفي الخارج خرجوا براءة أو بمقادة كنت أرى المنظمة من أحدهم في أحد البلد أقول لي أن أذهبوا لنشهد معادة درستي ستينة درستي ستينة التي أعطي الولاية من الداخلية وهو أخوي اللي درست في السيناف درستي ستينة دبا حاليا السيناف هو قدر في 2019 إذا كنت؟ حتى أنت ضربت في 2018 و2019 يالله كان ندير في الحديد ونحيد فيه وعودوا لي فيه تعيطت لي أخوي الأصحاب الولاية مشيت قلصت ربعة سوية عندهم وقدوا قد يلمي لفت شكايت صافي ما عايتوا لي اللي حد أكرت لن أعلم أعمر شي حد قالوا هم من يبغىوني عايتوا لي ويليس دبا ما عايت لي أحد واخا وبنسبة للمحامي دي لا كنت تتابع لقادية محامي ديالي خديت الوراق ديالي من عدو قدرت شي محامي اخر قدرت واحد محامي اخر دابا ولي ديت لي رقم الميل من ضار بيضا يعني اذا بغت تكون غالي بغت تكون دخلت الحفظ ايو خد كنت ندخل الحفظ ايو لما اخدهوش لي حقي غامشي غنقشر راسي احدى الصابح انا كنقوله وكنعود فاق ويدريس راني عمرق وراني مردت انا دبرا عندي اكتئاب شو حالي الدوايات والزيبام والكزانسيا مالي اولا الحال انا رزقي هاي اخد لي سيدنا حقي انا بغيت هذا الفيديو يشوفوا سيدنا الله ينصره والسيل حموشي الله يرحمني مميمته يديرني مو واطينا بحلخته هاتشي اللي كانت تلب انا ساومولي بالفلوش جايبها من محامي ديان انا جريت علاقة لما بغاد اعطاني 15 مليون هي اللي فرقوا عليهم اعطاني 15 مليون ايه هنا في الدار ما بغيتش ايدي معاقة اخويا ها هي رحاشك ما كانت طلعش تسر والي كانت طلع بدليد وكي دخلوا لي مينار وكي دخلوا لي مينار اه 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 انا ادي صلت شد صاحب وحد البنت صاحب تيدي خاجة 100 مليون منسم ولا بغيتوني نجيب لكم مبارا نجيب احنا كنا سمعناه لانه صد بسباب هذي المشاكلي كتوقع ديان دار حلو اخويا انا نقولك راد شين ممردني في قلب ارا عندي القلب شوف اخويا الورقة ديان القلب هاي شفتها شفتها سوى لي دكتور بنانو اقولك خمسه ديال دقات ديال القلب كتغال موت فى الليل وانخلي بنتي تيما اه اه للا نجوا ومن احفاد للفاطم الزهرة عادن الشاشة اراد يعاننا وانتعدى الولاد الحالة يالاقولي يوش هاتشي كيبغي الله طبع بعد حما يبغي تواحد انا اخوية رواسية عاد سيدنا من هاد واليدي اللاير عام هم خصواه هوا يدخل فاد الامر لان انا اسباعي من ولا ادعي بالمولا هوا اخد واخد اللي نفير ما قلنا باقين معه ودابا رزقي ما لناخدش تيالي او مو يحطوني غلا سيرانزي اللوطين باش نعاود 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 نعالج هاد اليد وش من حقي ولله واسمح لي انا ضرب عصابية لان قلبي من فوق بالعاصر احنا كنقولوا مغرب نيوز هي صوت المواطن الله يسهل عليكم تطور مغرب نيوز هدي داركم انا مادم عيتلك الا عجبتيني في بعض الفيديوهات مع اختي هودا الناشطة الله يصبرك على باك وشفتك بزار دك شلاش بتتقلمت على نمرتك وجدتك باش تلي غتوصل صوت ديالي حتا ديك المره را كانوا وما قداروا ووالو واخا ما ندخلوش في الحيتيات اه متتبعي قناة مغرب نيوز متتبعي اخبار المواطنين ومشاكيلهم وهمهم كنعتذروا ليكم اولا على اننا كنسمعكم دائما المشاكيل ولكن عشامنا فيكم وطامعنا فيكم انكم تعاطفوا مع الناس بشكل لا شيء لا يوجد فلوس فقط اخبار المشاركة اخبار المشاركة غير فقط المشاركة شاركوا اخبار المشاركة اخبار المشاركة تصوروا وحيدة 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 المواطنين وحيدة اخبار المشاركة اخبار المشاركة لا يوجد فلوس لا يوجد فلوس لا يوجد فلوس لا يوجد فلوس الناس اللي اعتادوا عليها وقفصوا افيدها وقفصوا احتمع الزوج ديالها حرموها على زوجها بغيناهم يأخذوا حقهم بغيناهم يأخذوا القصاص ديالهم بغيناهم يأخذوا جزاء ديالهم هذا حق مشروع وحتى هاتك الوطيل ومسؤولين ديال الوطيل محلول اخوة كابا خاصهم حتى هم يقفوا عند الحد ديالهم الى هنا نقول مغرب نيوز الصوت المواطن وقفوا معي اخوتي ريتي مره عندي هاتو مولوه هو الله خدا فيه الحق احايد ليه كلوه عشتني كلوه وانا بغيتكم تاخدوا ليه حقي وقفوا معي دوني اختكم انا ما عندي حد ولكم عارفين انه وغد تتعرفوا فيه وغد تحرفوا ما عندي حد وكانتوا بيه بصراحة اخوه عونوني ما بغى ويلوا ما بغى الفلوس عندي رزقي عندي كل شي عونوني اعزائي المشاهدين يكفي ما رأيناه من دموع يكفي ما رأيناه من حجرة يكفي ما رأيناه من مرض نفسي سيدات وصلاة المرض نفسي انا كنقول غانش نقراصي فخبار اخوه لا اعطب لابش طراجين مقسم لك يمين الى هنا نقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كنتم مع مغارب نيوز اشتركوا في القناة شكرا